من ناحية أخرى بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقترحة تيسير إجراءات الاستثمار مع رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتباني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية واجد برؤوس الأموال المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية وفقا لأجندة الاقتصاد الوطنية كما نقش الاجتماع الحوافز المقترحة للاستثمار في مجال الهايدروجين الأخضر للاهتمام العالمية